هذا الموضوع عندما تريد أن تقرأ موضوع منظومة الباتريوت وكذلك المنظومة سيرام التي وضعتها أيضا على قاعدة عين الأسد بأن هناك خطر داخلي وخطر خارجي الباتريوت أنا باعتقادي قد لا يعالج الصواريخ التي دائما تستهدف بها المواقع الأمريكية وهي الكاتيوشة أو مقذوفات الهاون أو الصواريخ القصيرة المدى بل أنها تستهدف الصواريخ الباليستية التي تطلق من المسافات بعيدة حتى ترصل من قبل الرادار وكذلك ثم تعالج بالجو إعادة الانتشار شونه كانت هذه هدفها؟ حقيقة من أجل أن لا تضرب لأن هناك أهداف أنا باعتقادي عليهم تحقيقها في داخل العراق في حالة عدم ضوخ القوة السياسية العراقية لبعض المطالب وكذلك تملك الولايات المتحدة الأمريكية للقرار السياسي حتى على أقل تقدير جزء كبير منه وكذلك أيضا على الموضوع الاقتصادي لأن هناك قضاء قد تكشفت كثيرا بالنسبة إلى موضوعة التحولات التي حصلت في داخل العراق يعني ها أوراق ضغط؟ طبعا بكل تأكيد لملفات سياسية وأنا باعتقادي أكثر من شخصية هي مهددة في داخل العراق ويعلم جيدا في حالة عدم الرضوخ إلى أوامر الولايات المتحدة الأمريكية سوف يضربون هؤلاء طيب هذه عفوا الضغط على من؟ الضغط على الداخل أو الضغط على أطراف أقليمية؟ لا سيدي تتخاسموا يهم النفوذ بالحراق حقيقة حقيقة هو أصل المشكلة نتكلم بكل واقعية هناك متابعين ومشاهدين وما اليوم أصبحوا يعلمون الكثير من المعلومات الصراع في داخل العراق وصراع إيراني أمريكي بامتياز انسحب على الساحة العراقية وثم انشطرت القوة السياسية العراقية وكذلك تشضى الميدان السياسي العراقي ترجمة نانسي قنقر